موسيقى مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة شديدة من أهلا من الأصحاب إن شاء الله تكونوا كلكم يا أصحابي بألف خير حلقة اليوم مثل كل الحلقات فيها أكيدة إخبار وقصة خبركني إياهون بداية فيها قصة اليوم يلي بتحمل عنوان عندما أصبحته أسدا بفقرة بسينة أو كلب اليوم لح نحكي عن حيوان الشايب بغم مغامرات غادي اليوم قصتنا بتحمل عنوان باص للزهاب إلى المدرسة بأسئلة صديقنا بوبو اليوم بوبو عم يسألني هل الجلي فش ما عنده عظام بسية بتعيش بقلب البحر وآخر شي في عنا قصة جدتي نجمة هي الآخر فقرة وقصة اليوم بتحمل عنوان جدتي تخبرني عن معبد أثناء التراثي ولكن بداية منبلش بقصة اليوم بسيط اليوم يا أصحابي بتحمل عنوان عندما أصبحت أسدا في يوم بينما كنت أقرأ الجريدة ومشلتي المفضلة شفت صورة أسد أسد كبير ومبين كتير قوي فقلت بيني وبين حالي ياريت بصير أسد كبير وقوي الكل بخاف مني وبعدين ما في غير سويني حتى تحولت لأسد في بادي الأمر أكيد ما صدقت شو عم بصير بس بعدين حبيت الفكرة وصرت إركض بالشارع مبسوط بحالي بس كانوا الجميع عم بخافوا مني وعم يهربوا مني حتى دخلت على الدكان تبعول العم رياض والعم رياض وقتا شايفني أوام طلب البوليس وقال لي ظهار من هوني أيها الأسد ولما رجعت على البيت كمان الماما والبابا وحتى أصحابي وإخواتي كانوا خايفين مني وما حدا قرب مني فاتمنيت لو برجع مثل ما كنت صبي عندي أصحابي وبيحبوني كل العالم وما حدا بخاف مني وما في إلا ثواني ورجعت مثل ما كنت وتعلمت أن القوة عمرة ما بتكون منيحة ولكن لازل واحد يكون صديق صدوق للجميع بفقراتنا التالية بسينة أو كلب اليوم يا أصحابي لحنا نحكي عن حيوان الشايب الشايب هو نوع من أنواع الزئاب هو حيوان كتير كتير مفترس وعنده أنياب كتير طويلة وأسنين حادة بينتشر هيدا الحيوان بوسط الجزيرة العربية وبيتميز بزكاءه الكتير قوي فهو بيميز الإنسان عن سائر المخلوقات الأخرى ببعض الأحيان بيفترس حيوان الشايب بس تيفترس للمتعة مش لأنه جعان الضباع والزئاب بتخاف منه وبتتفديه خاصة بالمناطق كان بيعيش فيها خوفا أنه يهجم عليها ويقتلع أكيد أو يفترس فقراتنا مغامرات غادي اليوم القصة بتحمل عنوان باس للزهاب إلى المدرسة مثل كل يوم غادي بروح إلى المدرسة وبيكون كتير محمص أنه يشوف أصحابه بقلب المدرسة وأكيد بالمدرسة بيعمل كتير نشاطات وبيدرس وبيتعلم كتير إشياء والمدرسة تبعه الغادي كتير قريبة من بيته فكل يوم كل يوم بروح على مدرسته ماشيا على الأقدام ولكن بسبب تغيير البيت تبعه يعني صار بيته بعيد عن المدرسة اتسجل غادي بالباس وهيك الباس المدرسة هو يصار ياخده ويجيبه من البيت أو من المدرسة وكتير اتحمص غادي وانبسط كتير بالباس لأنه هونيك بالباس كان يشوف كمان أصحابه ويقعد معه ويحكيه ويجيه بس في نهار اتأخر الباس تا يجيه ومنطر كتير أبدا غادي لأنه اتأخر الباس وخاف أنه ما يروح على المدرسة من هيك رجع قويم على البيت وخبر أمه أنه الباس ما إجعه قالت له أمه لازم تنطر شوية وما في إلا دقائق وإلا وصل الباس وتعلم غادي أنه بعد الأحيان لازم واحد ينطر شوي تا يجي الباس تبعول المدرسة بس أكيده ستأخر كتير وقت لازم يرجع على البيت ويخبر أهله أسئلة صديقنا بوبو اليوم بوبو عم يسألني هل الجريفش أنصح ما عنده عظام صحيح بحب خبرك يا بوبو أنه الجريفش ما عنده عظام بجسمه مع أنه هي كائن حي الجريفش قاله فيه 95% من جسمه من الماء فالماء هو يلي بيكونه وبيكون شكله وأكيده لجريفش ما عنده لا عضل ولا قوة لا تتنقل بس كيف بتتنقل بالبحار بتتنقل يا بوبو بالبحار من خلال الأمواج وقوة البحر يلي هي بتنقلها من مكان لمكان آخر قصص جدة نجمة هايدي الفقرة الأخيرة من برنامجنا ومثل كل حلقة الجدة نجمة بتخبرنا قصة واليوم الجدة نجمة لح تخبرنا عن معبد أثينا التراثي هو موجود بمدينة أثينا في اليونان تم بنائه سنة 447 قبل الميلاد طوله لها المعبد 156 متر وعرضه حوالي 31 متر وعدد العوامين تبعوله 46 عمود وطول كل عمود حوالي 10 متورة ونص وعرضه حوالي المترين استعمل الغريق القدماء الهندسة أو الجيومتري لبناء هذا المعبد بشكل كامل وبدون ولا أي غلطة وبيري كلاس هو كان أول رجل سياسي غريقي لجأ للعديد والعديد من الفنانين ورجل ورجال الفكر والمهندسين لبناء هذا المعبد بنائه حلقتنا شراء تكونوا استمتعتوا وتسليتوا وأكيد تعلمتوا معلومات جديد يا أصحابي إذا الله راضي منلتقى بحلقات جديدة الله يكون معكم اشتركوا في القناة